السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبلنا بدأوا فيديو تاليوم ما ننساوش الصلاة والسلام على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام الوصفة تاليوم هي حلوة للعيد أو للمناسبات بمذاق الكرامل يعني وصفة جديدة سنيكرز بذوق الكرامل رح تعجبكم ننصحكم أنكم تجربوها بلا مولا والوها ذكير كوكو تبعوا من الأخير ذلك تعرفوا الطريقة بالنسبة للمكونات رح نعود نخليها لكم في صندوق الوصف بالقرام اللي هنا وش رح نحتاج يعني رح نحتاج مغرف واحدة برك من الزبدة نحتاج توفيا كرامل اللي هنا مخدومة في المنزل ولا مشرية أنا استعملت لهنا المشرية نحتاج فعاني خاميرة كيميائية نحتاج إنشاء نحتاج سكر غلاسي ونحتاج الزيت اللي هنا يعني درت كمية قليلة ودرت لي 25 حبة رح نحط الزبدة التاعي درت ملعقة من الزبدة حوالي من 60 قرام رح نلوح ثلاث ملاعق من الزيت قد رديني اي عجين تصاب لي مي العجينة هذي رح نديرها بذوق الكرامل رح نلوح نخلط الزبدة هذيك مع الزيت من الأحسن يعني أنه باليد لأنه المغرف استحالة أنها تخلط بعدها رح نلوح البيضة هذيك كما لكم تشوفوا باهم ما نبقاش نتعب مع الزيت وزبدة نخلط كل شو مع بعضها اللي هنا يعني المبتدئات ما تقولوش باللي رحي ما زالت ولا ما صلحت شبقت جارية ابقى وخلطه بركمليه حتى نتشوفوها ولت كريمة يعني الزيت والزبدة هذيك رح يدخلو في بعضهم شوفوا اللي هنا رحي بدات اللي هنا صحيح رحي ولت كريمة يعني الزبدة هذيك والزيت والبيضة جنسوا مع بعضهم ولت يعني كريمة واحدة اللي هنا رح نلوح الفاني بالنسبة لهنا للسكر غلاسي رح ندير ملعقة واحدة فقط لانه رح ندير بالكرامل وبعدها يعني رح تتغلف بالشوكولة وبالكرامل يعني رح تجيء حلوة بزاف لذا قدرت ملعقة واحدة ملعقة كبيرة يعني القيس كامل بالملعقة الكبيرة بعد ما ضفت لهنا سكر غلاسي رح نلوح ملعقة كبيرة من الكرامل طافية يعني الكمية هذي كافية بما انه يعني درنا كمية قليلة يعني مغرف واحدة رح تكون كافية بالنسبة لمغرف تلك زبدة رح ندخل الكرامل هذك في الخارج تنتاعي قادرين تستعملوا كرامل مصنوع في المنزل يعني عادي جدا ولا ننصحكم بالنوعية هذي تعطفها راهي رائعة الهنا لحت كمية قليلة من فارينة ولحت عليها نصف من الخميرة الكيميائية انخلط يعني ما بعضها وبعدها رح نزيد الفارينة بالتدريج حتى نشوفها بدات تتماسك لي الهنا عندكم منتلحوا فعلينا بزاف وتولي يابسة كتي بس يعني كيتلوها في الفور رح تتجاني رح يجي لقاطو يابس ولا يبقى تفتت وحده الهنا بعد ما كملت العجينة التاعي رح نخليها ترتاح في الفريجيدار مدة شوفوا الهنا يعني طولت عليها خليتها يعني في الفريجيدار برتمليحها ههي جمدة الزبدة هذيك نعاود يعني نحلها مبنيتية مليح يعني نعجنها الهنا بعد ما عجنتها درت الفارينة اه درت الفارينة وحطت العجينة التاعي وجبت الحلال وبديت نحلها الهنا يا البنات من الاحسن انكم تديرو اه طبقة يعني رقيقة علىه لانو رح تجي طبقة فوق طبقة من الاحسن يعني بش ميجيش ملقظ بزاف وخشين ديرو طبقة رقيقة باكين نربطوهم على بعضهم يجيو هذك هوسوسوى الطابح هذا انا اللي استعملته يعني اه اوفال على شكل بيضاوي كما راكم تشوفوا فيه انتي تستعملي اي مول اعجبك وقدر يعني تطبقي هذ الوصفة على اي يعني طابع عندك كما تحبي انتي ميم الاحسن انك تطبقيها على هذا رح يجي يعني فينس الشكل تاعو باهي وما نحكي لكم شعل بنات تاعو ثاني رح يجي ما شاء الله عليها اللي هنا هي بعد ما طبلي القاتو التاعي رح نربطوه بالكرامل يعني رح يجي طعم الكرامل يجي لبنات تاعو رائعة اللي اجينا فيها الكرامل ونربطوه بالكرامل ودركوا تشوفوا يعني التكميلة اللي هنا نحط الكرامل يعني في الصحل اللي رح نختم به ونجيب بانسو نبدأ نهز الكرامل يعني ما كلاه لنسخنوه لوالو نستعملوه كاكبان نهزوه نحطوه على وجه تلقاتو ومنسكرو اه كونوا متأكدين انه ما هوش رح يتحل رح يكون يعني متماسك رح يربط يعني مليح ونكمل بطريقة هذي حتى نكمل الحبات التاعي كامل الهنا بعد ما كملت ربطهم رح نجيب الهنا نحتاج كوكاو يعني كوكاو يكون مقلي ويكون فصص يعني ما هوش مهرس كل حبه مقسومة على زوز كما رحكم تشوفو فيه ويكون مقلي يعني محمر بيه يجي مقرمش وميجي الصامت الهنا كما رحكم تشوفوه رح نمس على الوجه انتان حبات علقاتو بعد ما اقفلتها ورح نهز حبات من الكوكاو بالطريقة هذي ونحطهم من الفوق بالشكل هذا الهنا يعني مغرف مغرف واحدة من الزبدا قدرت لي 25 حبه هذك هو يعني كمية كافية للعيد بما انه رح ننوعه ونجيره انواع يعني الكمية رح تكون تكفي وتوفي الهنا كما رحكم تشوفو اها هوا كي الشكل تاحه ورح نكمل بالطريقة هذي الحبات التاعي كامل يعني رح سهل وما فيه والو كل نص المكونات تكون في الدار حتى من الكراميل هذي يعني تقدرو تستخدموها في الدار يعني قاتو اقتصادي بريستيج بيذوق الكراميل سنيكرز بيذوق الكراميل رح يعجب ولادكم رح يعجب العيلة تاعكم الهنا حابة نقولكم اذا عجبكم الفيديو ماذا بيكون تبارتاجيه مع الاحباب بتاعكم واكيد يعني اذا عجبكم ما تنساوش ديروا جام وتخليوا كومنتر بيه يشوفو اكبر عدد من المشتركين الهنا انا استعملت لنا تلكم شوكولات اللي استعملتها ذوق بتاع الحمام مائي الهنا ننصحكم انكم الماء يعني تديروه على نار هادية باهم ما تتحرق لكم الشوكولات انتاعكم بعد ما ذابتلي الشوكولات جبتلي هنا الكراميل طوفيا اضفت عليها ما تخوفوش يعني كي جيت بغيت تيب بسكة جيبوا مغرف ولوحوا الماء اللي التحت الثاني اللي كنا نحطه عفوني يا البنت ضغط الماء اللي في الطاوة ولا في الكاسرون اللي التحت اللي كنا سخون ذوبنا به لوحوا بالملعقة في الشوكولات هذيك مع الكراميل اللي راح نتحصلوا على شوكولات عادي بذوق الكراميل ما تفزد لوالو يعني ما تخافوش منها خلاص الهنا ما زيدوش الماء بزاف بركبة ما ديش مميها وما تجمدلكم ش جي جارية الهنا يعني شوفوا الطريقة اللي حنستعمل هنا كل واحد والطريقة نتاعوا الهنا راح جبت فرشيتا ونحط عليها الحبة تعلقاته التاعي ونهزب المغرف كما هيك ونصبع لها شوكولات ونبقى يعني نحركها هيك بيدي الفرشيتا هذيك بهتها بتشوي الشوكولات هذيك بهيبانو كشغل الحبيبات هذو كتاع الكاوكاو ونكمل بالطريقة هذي حتى نكمل الحبة تاعي كامل هنا لازم هنا يعني تديروا بيتكم هكا تريقة هذي بها يبانو الحبيبات هذو بلا تكون اتحطيها هكاك راح يبردو يجمد والحبيبات هذو كما همش راح يبانو الهنا بعد ما مشتابلي بعد ما سيفو يعني يجمدو برد لي راح نديرو يعني هذو كيني في الدار مشرت والو المكونات هذو اللي يعني نقول لكم عليهم كامل مشرت منهم حتى حاجة يعني كلش كيني في الدار درت بالطريقة هذي يعني تزيين بسيط انا يا من الاحسن خليتو كيما هيك محبيت نديرو حتى تزيين يعني هيك راح يجيباهي في المنظر تاعو في الطعمة تاعو هيك يعني يكفي يوفي كيما لنزيد نديرو عجنا بكاش حاجة ومبريشانة هكا جا ما شاء الله عليه شوفوا الشكل تاعو الهنا راح نقسم حبة وننعتها لكم الهنا نقسم غير بشوي خوفت للحبات الكوكو هذو كيارضو لي تريك ميلا الهنا هوا كي كيما راكم تشوفوا الكراميل من الداخل والبنة تاحا ما نحكي لكم شوفوا صورته هذو كل حبيبات تاع الكوكو من الفو كيف هجاو يعني على شكل سنيكلز نتمنى انكم تجربوا الوصفة هذي واتعجبوا لكم في الاخير نقول لكم انبقيكم بخير ما تنسوناش بليجام ولكومنتار تاعكم للمزيد من العطاء نقول لكم الى اللقاء في امان الله